وفي تفاصيل الأزمة الأوكرانية قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إن أول دبابة من تراز ليوبارد اثنين تبرعت بها كندا لأوكرانيا قد وصلت إلى بولاندا وأوضحت وزيرة الدفاع الكندية أن بلادها ستقوم قريبا جنبا إلى جنب مع حلفائها بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام هذه المعدات مشددة على أن كندا ستستمر في دعم أوكرانيا والوقوف إلى جانبها قال الكريملين أن رافايل جروسيا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يجتمع مع الرئيس الروسي فاديمير بوتين خلال زيارة إلى موسكو هذا الأسبوع وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين قال أن جروسيا سيجتمع مع مسؤولين من شركة روس أطوم للطاقة النووية المملوكة للدولة ومسؤولين من وزارة الخارجية وإن موسكو تتوقع حوارا جادا من جهتها عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن مخاوفها إزاء أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وهي محطة استولت عليها القوات الروسية في مارس بعد فترة وجيزة من بدء العمليات في أوكرانيا ووقعت المحطة ووقعت المحطة تحت وطأة قصف متكرر ويتبادل الطرفان الاتهامات في عمليات القصف قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية ميريسيا جيوانا في مؤتمر أمني في أوسلو قال إنه حان الوقت لقابول السويد وفنلندا في التحالف العسكري للحلف وأضاف أنه من غير المعقول أن النيتو لن يتحرك إذا تعرض أمن دولتين لسكندفيتين للتهديد وفي أقاب العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا تقدمت سويد وفنلندا بطالب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي غير أن تلك المساعة تمت عرقلتها من قبل بعض الدول حيث يشطرت النيتو موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف لإضافة أعضاء جدود